الصحفي أستاذ ناصر الحايق شو عم بقول لك هل تعتقد بأنه تم التحامل عليك أو فلنقل استهدافك من قبل بعض وصائل إعلام النمساوية المنحازة لمجرمي الحرب التي هناك تزاوج بينها وبين بعض السياسيين والأحزاب وذلك من أجل ردع كل من تسول له نفسه التعاطف مع الغزيين بمعنى آخر هل تعتبر نفسك كبش فداء هل تظن بأنك تعرضت للظلم أم أن العدالة النمساوية يجب أن تأخذ مجراحة بس عم الشيخ أنا يعني أنا عايش في النمسا هنا منذ 35 سنة يعني حياتي أنا عند 61 سنة 26 قضيتها في بلدي بعد التخرج والجيش وغلاف نعم نعم وأنت خريج الأزهر يعني 1986 متخرج من الأزهر بعلم الحديث أعتقد يعني الأزهر بيدرس كل أنواع الشريعة نعم وأنت خريج أزهري أنا خريج أزهري جميع جدا ودرسات عليا والحمد لله معي كذا إجازة في القرآن نعم الحمد لله نعم كملا يعني مش مثلا عدالة النمساوية يجب أن تأخذ مش متسلق لا هل تظن بأنك تعرضت للظلم أم أن العدالة يجب أن تأخذ مجراحة نحن في النمسا لو أود أنه يعني كل هيئة قائمة بذاتها يعني البوليس والمخابرات تعرضت أنا للظلم فج ولكن أولا وأخيرا أثق في عدالة الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا ثم أثق في عدالة الحب يعني القضاء في النمسا القضاء النمساو قضاء حاقد عن النمسا شيء طلاقا ما لك حاقد عن النمسا طبعا ما لك شعر أنك أنت ظلمت طبعا نظلمت طبعا بس مش حاقد عن النمساو لا طبعا أنت مستأمن الإجراءات التي تقامت بها سلطات النمساوية نمسا بادي سؤال آخر أيضا من أستاذ ناصر الحيك من حديث الشيخ استنبط بأن الهيئة الإسلامية في النمسا غير معنية بتاتا بحماية أئمتها ولا بالمسلمين وعلى استعداد بأن تضحي بأي خطيب مسجد أو مسلم إذا ما تعارض كلام أو توجه هذا الخطيب أو ذاك المسلم مع مصالح هذه الهيئة وتوجهاتها وأجندتها هذا اللي نعيش تتوافقه أن هي هاجمات يعني يعني هي كانت ضد من بخالف مصالحها لا معرفش مصالحها مش مصالحها ولكن هي يعني يعني يجب على الهيئة في نقول ما كانت منصفة بالتعامل معك هو الإنصاف يأتي من أن هي يعني لا تدين قبل أن تستطلع تستطلع الأمر يعني هي أدانة قبل أن تستطلع حرافة الميديا والإعلام كتبوا قالت لك خلص خليني أطلع أنا خليني أطلع أنا نضيف المصري اللي يقول لك الباب اللي يجي لك منه نور الريح سده واستريح أو هل سدوك واستراحه ما أعتقدش ما أعتقدش جميل جدا سؤال أخير هايطم للساذ ناصر الحايق بقول لك هناك نائب في برلمان فيينا من أصل مسلم عربي طبعا الأستاذ عمر الراوي كتب كنتم في المسجد يا شيخ تسمحونا له باعتلاء المنبر ليسوق ليسوق لنفسه ولحزبه ويصول ويجول ما هو موقفه منك وأنت في هذه النصفة ولا شيء ولا حتى تقول لك السلام عليكم كنتم تعتقدوا في المنابر طبعا طبعا وكان يقدم وما ممكنش يطلع المنبر يعني 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 يبسك الماء يكتب على هذا آي وطبعا بعد الخطبة وبتاع في الحاجات ديت نعم الموقفه هو بعد الأحداث دي ولا صفر ما حاول يتوصل معك صفر ولا حاول يساعد ولا حاول يفهم منك أو يستوضح منك ممكن يساعد من غيري لكن من أنا لا صفر ما استوضح منك ما حاول يستفهم هو وغيره نعم وممكن أنا ذكرت هذا في أول الحديث يعني نعم وقلتهم يعني بعض لهما لهوا عليهم مش هو شخصه مش هو شخص هم وغيره يعني أي واحد أي واحد مسلم في أي حزب يجي وقول لنا عملت كذا وكذا المسجد حاليا أنت تم تعليق الخطابة فيه ما عطت خطابة في المسجد أنت نعم وشو وضعك حاليا كيف أنت بتنظر هل تطمح لأن تعود للخطاب بالتأكيد طبعا نعم طبعا ولازم أرجع إن شاء الله نعم وفي حال في حال أنت تم تبرئتك من التهم أو يعني أو طلعت بشيء ليس مدين يعني لا يدين الشيء الذي تم تطخيمه في الإعلام أنت ستعود إن شاء الله والهيئة الإسلامية ستعيدك أم غير معنية بالموضوع مش عارب برضه هو الاتفاق الذي بينه وبين الهيئة زي ما قلت لحضرتك في البداية أن هذا الأمر نحيه يعني قليلا حتى تهدأ الميديا وتنطفئ نارها فبالتأكيد طبعا يعني إن شاء الله وهذا يعني يعني أحرص عليه نعم بالتأكيد إن شاء الله إن شاء الله هذا هو هدفي أصل هدف إن أنا أعود كما كنت مش عشان شيء آخر نعم ولا عشان الخطابة بحق ذاتي أنا بخطف أي مسجد وإنت لسه أنت تقول لي إنك لسه أنت مدير مدير المسجد طبعا أنا مدير المسجد وأنا اللي بحدث الخطابات نعم والخطب ما زالت مستمرة حاليا بيبي بتصلي فيه أنت بتصلي فيه كل فرد بتصلي فيه كل فرد كل فرد والجمعة والجمعة وكل شيء وحتى فيه ناس بتكون يعني صراحة غير مبتسمة في وجهك بس أنت يعني تقول لي أنت فيه ناس ما كانت متقبل الشيء اللي أنت يعني نشر عنك مشكلتنا إن إحنا العرب نقول إيه بس نقول يعني طالما إن المصيبة مش عندك خلاص يعني طبعا ولكن لو المصيبة عندك لا خلاص بقى أنا أشيلها أنا الوحدي بقى شيخ محمد الصحماوي أشكرك جزيلا في نائة هذا اللقاء الجريء بصراحة الجريء للغايم منك بوضوح الأسئلة اللي 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 أجبت عليها ده أنا عجز عن الشكر الله صيد أحمد من تحضرتك يعني تحت لي هذه الفرصة العظيمة و إخوانك المشاهدين والمشاهدات وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تنال الإعجاب الجميع وأتمنى من الله سبحانه وتعالى والموضوع اللي ساير عندك يعني ما فيه السؤال إجابات إيه كانت دبلوماسية نعم الأسئلة إجاباتها كلها يعني على يعني البيضاء نعم فأتمنى للمسلمين كلهم المسلمين الآن يعني معلومة يمكن حضرتك تعرفها أكثر مني المسلمون الآن يعني أتعدوا المليون المسلم نعم يعني مسلمون أكثر من ما يصل ما يصل يعني تقريبا ما يصل إلى أيو ما يصل كنا زمان كام سبعمائة أل تقريبا آخر أحصائيات من 2015 تقريبا سبعمائة ألف فأني أعتقد إلا مع الأخوة السوريين واللاجئين ووصلوا إلى قرابة المليون طب ما هو قيمتنا في المجتمع إذن نعم إذن شيخ محمد السحماوي شكرا جزيلا لك في نهاية هذا اللقاء